بنا نرمى عالم المغرب واسرائيل في القمع مفروض ينمسك في اليد مفروض يطلقك لنسة ويكتمسك مفروض هذه هيك تعملها وترجع لأقولكم وتفكروا في القضية الفلسطينية وتفكروا في القدس القدس مصرى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الاحتلال قاعد بيدنس فيه وحنا بنسمعش لأي شخص كافر أو شخص أجنبي انه يدنس هذا القدس القدس الشريف مرحبا المتابعين الكرام ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حسام بالحاج بنراحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا بما أن نحكي للعاشقين للقضية الفلسطينية قبل يومين شفنا المغرب بالتحديد استقبلت رئيس أركان جيش إسرائيل فعقابة لها نزدنا شوارع فلسطين ونرمي علم المغرب وإسرائيل في القمامة أو نطلب من الفلسطينيين يدوسوا على هيك علم ولأن الجزائر دايما ناصرة للشعب الفلسطيني فحنقول للفلسطينيين شو حتعمل هل حتقبل أنك ترمي علم إسرائيل والمغرب في القمامة وترفع علم الجزائر في جراسك حنشوف شو ردت فعل الفلسطينيين في شوارع غزة بالتحديد طالما بعد نشوف شو رح يصير في حلقة اليوم بس قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وبنأكد في بداية حلقتنا مهما العرب سووا أي مشكلة بيضل الدم العربي واحد والإسلام يواحدنا ويلا معنا على حراك مرحبا يا غيري مرحبتين أخويا بحال بارك الله فيك حبيب لا يرضى عليك طيب بدنا نسرك سؤال قبل يومين شفنا المغرب لما استقبلت رئيس أركان جيش إسرائيل لأكيد اسمعت فيك خب صحية أكيد طيب اليوم نزلنا وصراحة أغلب الشعب كره الشعب المغربي أو كره الحكومة المغربية اللي سوته فنزلنا بدنا نحمل علم المغرب امسك أوليش علم المغرب فرجية وعلم علم مين هذا وعلم إسرائيل صبر 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 نمسك هذا الورقة لو سنحك علم إسرائيل أصلا مش مفروض نمسك في الإيد مفروض اطلقك لنسي وهك تمسكه مفروض هذه هيك تعملها ما تمسكه علم إسرائيل أصلا ما في دولة اسمها إسرائيل فيش دولة اسمها إسرائيل اسمها فلسطين إحنا محصرين لكن اليوم والله بكر رح نرجع على بلادنا ورح نرجع كل البلد كلنا رح نرجع على بلادنا ورح نحرر القدس بإذن الله كلها وقت معين إن شاء الله رح نحرر القدس بإذن الله ما في دولة اسمها إسرائيل ولا في كيان اسمه إسرائيل ما رضيتش تمسك علم إسرائيل بإيديك طب أنا اليوم جا أطلب منك بديك كمان ترمي عالم المغرب في القمان لا ما برمهوش ولا بقدر أهالي المغرب أحبابنا وناسنا وعراسنا من فوق أو أحبابنا وناسنا زي ما تبتقول كم مخطوش قبل مش مشكلة هذه قصة سياسة أما القصة أهالي المغرب أحبابنا أهالينا وأهالي المغرب دائما نوقفين معانا واليوم والله بكرا إن شاء الله رح تتعدى للقصة وإحنا بنتمنى منهم بنتمنى منهم إنهم يعرفوا كل الديناء ونتعرف إنه فلسطين فلسطين هي بلد وحدة عمرها في حياتها فلسطين ما كرهت أي حدا بتحب الكل والكل بيحبها وإن شاء الله إن شاء الله رح المغرب تصلح قط إحنا بنتمنى منهم نتمنى منهم انه هم يصلوا اخططهم انه يضلهم معانا زي اي بلد عربية لانه الفلسطين معروف في دولة عربية فلسطين عراس الكل طيب والجزائر اللي دافعت عن فلسطين اخوي هذا كلام ما بنحكش فيها الجزائر اخوي هذه بلدة بتنحط على الراس فوق 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 الجزائر بلد مليون شهيد الجزائر بتنحط في القلب بتنحط في القلب بتنحط على الراس بتنحط وين ما اجل الجزائر الجزائر بلد ما بنحك فيها أصلا إنت لما تحكي جزائر بدك تحكي كمان فلسطين لأنه هي تنتين اسم واحد فلسطين والجزائر بلد واحدة إن شاء الله رح نتحرر كل آتا ونصلي في المسجد القدس إن شاء الله وكل الحب وكل التحية لأهل الجزائر وأهل المغرب برضو أحبابنا وأهلينا وناسنا وإن شاء الله رح الغلطة هاد نتمنى منهم أنه هي تتصلى وعلى رأس إن شاء الله شكرا لك وتشرفت والقدس عاصمة العمية القدس عاصمة فلسطين بإذن الله شكرا لك عراسي من فوق ده حيات أخوي شرفت مرحبا يا أحمد حبيبي ألا حبيبي اختفى عن الساحة زمان اختفيت يا أخوة وزروف وأشياء وهيك فأهل الحمد لله حلا يرضى عليكم وفضل طيب بنا نسأل الله يا كرم كرب نرسلك سؤال قبل يومين المغرب استقبلت رئيس أركان جيش إسرائيل في بلدها المغرب بنا نعرف أنه هي دولة عقابة لإلها طبعا والجزائر دايما ناصرة فلسطينة ومعجبهاش هذا الحدث أكيد اليوم ها قابل للمغرب بأنه نرمي عالم المغرب وإسرائيل في القمامة لا طبعا مستحيل يا أخوة أول إيش احنا بنعرف أنه الشعب المغرب يحب الفلسطيني واللي طبعا مع الاحتلال اللي هو الحكومة تبعتها فالشعب أكيد معارض وإحنا عارفين الشغلة هادي فاللي برتمي في الإسبالة اللي هو عالم إسرائيل بس معروف غرب استقبلوا الإسرائيل اللي استقبلها الحكومة الشعب كان ممكن يمسك السرمة ويضربها في وجه الرئيس عادي هايولو حد الآن ساكت ومش عامل ولا حد ما أخوه وياخوه زي بتحكي أنه عبد مأمور الشعب ما بيقدرش أي حاجة بيعملها ممكن الحكومة تهب فيهم أنت عارف الأشياء هادي فا والجزارة اللي ناصره دائما لفلسطيني هادي بوسا هادي بوسا في قلبي هادي هما التنسين في قلبي لأنه أصلا دول عربية وبنحييهم و Love you all راسيت شرحت فيه الله بتار حبيب كيف عالك الله يرضى عليك الله يرضى عليك كيف مور كل هاتنا سمعنا بالحدث واللي سوته المغرب باستقبالها لرئيس جيش أركان الجيش الإسرائيل فلسطينيا مرفوض هادي الفلسطينيا مرفوض نهائي هذا الاشي أغضب الفلسطينيين اليوم أنا نزلت شوارع فلسطين بما أنه المغرب أغضبت فلسطين انزلت وقل الفلسطينيين امسك عالم إسرائيل والمغرب وحطهم في القمامة أو دوس عليهم وبدك ترفع عالم الدولة المناصرة اللي هي الجزائر في السماء تمام عالم المغرب أنا أرفض أن أضعب القمامة بالضلع عربية ولربما بالمستقبل ترجع للصف البطني أو القيادة تبعي تكون أكتر حبا واقتربا من الشعب الفلسطيني سمبينين على أنهم باعين القضية الفلسطينية ولكن إحنا بظل نقول الأيام اللي جاية ممكن تغير النفوس إن شاء الله إن شاء الله طيب الجزائر واقفة معنا الجزائر أنا لو مسكتك عالم هايش بتعمل فيه عالم الجزائر أنا ببوسه هيك وبحطه على رأسي أصلا هو من الأساس في قلبي عالم الجزائر أنا مفحور فحر في القلب يعني لو أنفتح بطنيك وخشيت على القلب حتلاقي عالم الجزائر مطلطة بعجوبها وكلمة نيا للجزائريين فيك أنا بحب جزائر وشعب جزائر نعم رأسي بنا نوجه كلمة لأهلنا في الجزائر بنا نوجه كلمة نتمنى المغاربة يستمعوها من الفلسطينيين بنقول لأهلنا في الجزائر الله ينصرهم الله يقويهم يتمنى لهم الوحدة الدائمة وللأبد بننساش وقوفهم مع الشعب الفلسطيني شعب مناظل شعب عظيم شعب فلسطين وشعب جزائر واحد شعب المغرب شو دا كنت قلت شعب المغرب إحنا منقول لشعب المغرب أنتوا بتضلوا جزء لتجزء من الأمة العربية والشعب العربي ومنطالب إخوتنا في المغرب الضغط على حكومتهم على وقف أي استقبال لأي صهيوني أي إسرائيلي على أرض المغرب وثوره وثوره كتير دول فارت واتغلبت على الحكام شكرا لك عم أبطار وتشرف كل حكرا قدس عاصم الأمين فلسطين الأبلية شكرا لك تشرف مرحبا يا غير الله أعطيك العربي حبيبي يا أخوة الله أرمن الله دسلك سؤال اتفضل بتعرف المغرب والجزائر وإسرائيل اسمعت فيهم قبل طبعا أه طيب بدأ تديك اليوم اللي إحنا شفنا قبل يومين المغرب استقبلت رئيس إسرائيل رئيس أركان جيش إسرائيل والجزائر رفضت هيك شغلة ووقفتوا ساندت فلسطين أنا اليوم لأنه المغرب فعلتك فعل بديك أنت كفلسطيني تمسك عالم المغرب وإسرائيل وتحطه بالقمامة أو تدوس عليه وترفع عالم الجزائر فوق راسك طبعا أنا بعمليك بس لا المغرب لا استحيلوا حطه في القمامة جرب هاي الثلاثة ألام إيش ذاك تعمل فيه هذا على الجزائر يا هالدرجة وتحب الجزائر طبعا في الوريد الجزائر طب والمغرب والمغرب أحلى ناس وحبابنا كمان أخطأوا في حقك وباعوا القضية الفلسطينية أخطأوا وعملوا لكن احنا بنقول الله يهديهم وبيضلهم دبلة عربية وبيضلهم يعني من دمنا ولحمنا بس بس حقوش بدك بديك تحطهم في القمامة طبعا ليش لا 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 طيب واسرائيل واسرائيل هادي هادي يعني بدون مبالغة طبعا يعني هادي هيك بتنعمل هادي هيك بتنعمل وهيك وهدولا حبيبنا طبعا وهدولا بنقول لهم الله يهديهم كحكومة الله يهديها يعني وإن شاء الله بترجع لعقلة وبتسيبها من هذا الاحتلال اللي دمرنا واللي محتل القدس واللي ما عجبت اللي صار قابل يومين في المغرب؟ والله ما عجبنيش يعني الصراحة بس خلص يعني بقول بيضلهم دولة عربية وبقدرش اننا اشتم دولة عربية عيبة في حقه وعيبة في أصلنا كإحنا فلسطينيين عمرنا ما بنشتم اي دولة عربية لأنهم دولة عربية وبالنسبة للحكومات وهذا حسابهم عند ربنا يعني لكن كشعب الشعب ملوش زنب الله يعني الله يعينه وغلبان الشعب بالنهاية كل الاحترام لشعبنا في المغرب كل الاحترام للشعب الجزائري والجيش الجزائري والرئيس الجزائري كل متى كل المغرب؟ طبعا بقولهم كل الحب والاحترام لكم ياهلنا في المغرب وطبعا بأشكر كل من ساند القضية الفلسطينية وبقول لأهلنا في المغرب والحكومة المغربية بالذات الله يهديكم وترجعوا له أقولكم وتفكروا في القضية الفلسطينية وتفكروا في القدس القدس مصر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الاحتلال قاعد بدنس فيه وحنا بنسمعش لأي شخص كافر أو شخص أجنبي انه دنس هذا القدس القدس الشريف شكرا لكم شرفت فيك وشكرا حبيبي يا خبر الهدى أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم بكل تأكيد الرد كان واضح من الفلسطينيين عالم إسرائيل لما بنشوفه إحنا كفلسطينيين يحق لنا تمزيعه لأنه لا ما كان له بين الفلسطينيين وما فيش حاجة في الدنيا اسمها أصلا إسرائيل مهما كانت الدول العربية بزر منها أخطاء فسيبقى الدم العربي واحد وسنبقى أصحاب إسلام وأصحاب وحدة عربية واحدة إحنا عارفين أنه المغرب أخطأ والخطأ تبحها كبير لكن نسأل الله الهداية لها في يوم من الأيام وأن تتراجع عن قرار التطبيع مع إسرائيل وزي ما بنعرف أنه في مغاربة موافقين على التطبيع في مغاربة كتير ونسبة أكتر مش موافقين على تعاملهم مع دولة إسرائيل من هذا المنطلق بنسأل الهداية لأهل المغرب كمان بنوجه تحياتنا لأهل الجزار اللي دايما مسندين القضية الفلسطينية وكل التحية لكل شخص حي عنده ضمير حي مؤمن بمنهية القضية الفلسطينية الهنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في ميدان فلسطين والسلام عليكم